بالنسبة لما أشر إليه الدكتور أن النار مرعبة النار سبحان الله تعالى هذه دار أعدها الله عز وجل للعذاب سواء كان للكفار أو للعصاه أعدها الله عز وجل للعذاب فليس فيها شيء إلا للعذاب هواؤها عذاب وماؤها عذاب وشرابها عذاب وطعامها عذاب وفراشها عذاب وغطاؤها عذاب وبردها عذاب وحرها عذاب فنعوذ بالله منها يعني كما وصفها بعض الصالحين فقال مسالكها مبهمة ومهالكها ودروبها مهلكة يعني كل شيء فيها أعدى العذاب ففعلا الذي يتصور هذا المنظر الرهيب المرعب الجبار ويقدم على معصية الله تبارك تعالى مخالفة أمره وهو مختار طائع ليس عن ضعف نفس وليس عن قهر شيطان ولا غلبة هوا هذا رجل يعني في الحقيقة له من الحمق ما له ولذلك الله تبارك تعالى عذب الكفار فيها عذاب الأبد فقال الناس اعترض بعض الناس على هذا وقالوا كيف يعذب الكفار على معصية محدودة بعذاب غير محدود هو غير محدود لا في الزمن ولا في الكيف فأجاب عن ذلك بعض العلماء فقالوا إنه عذبهم على نياتهم لأن الله علم أنهم لو عاشوا لكانوا لعاشوا وقضوا أبدا الآبدين كفارا والذي أقوله والله أعلم هنا أن الله تعالى أجل من أن يكفر به وأجل وأعظم من أن يعصى ولذلك لولا أن الله تعالى قسم المعاصي إلى كبائر وصغائر لقلنا إنما فيه صغائر كما قال بعض الناس لأن الله أجل من أن يعصى لكنه سبحانه وتعالى قسمها إلى كبائر وصغائر ولذلك لو أن الإنسان كفر بالله لحظة واحدة لقضى حياته كلها كل الزمن الذي سيأتي في الآخرة كله في النار لأن الله عز وأجل وأعظم من أن يكفر به إلا أن يتوب ولو دقيقة من النهار إلا أن يتوب ويعود خلاص إذا تاب خلاص تاب الله عليه وباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من المغرب أو تصل الروح الحلقوم فهذا يعني هذا الحديث سقطه ليستحضر الناس حقيقة هذه الآية قو أنفسكم قو أنفسكم هذا التحذير الإلهي الرباني القوي الشديد قو يعني كأنه شيء اجعلوا بينكم وبين النار والقايا لأن النار هذه شيء يعني لا تعدوه ولا تحسبونه هينا ولا صغيرا لا بل إنه شيء عظيم لا طاقة لخلق به لا تحسب لا تحسب لا تحسب شكرا